موسيقى من الجزائر الدولية نشرة مفصلة وفي عنويني موسيقى ثلاث مجازرات جديدة يرتكبها جيش الاحتلال الاسرائيلي خلال الساعات الماضية في قطاع غزة خلفت ستة وعشرين شهيدا شهداء وجرحى في غارات جوية وقصف مدفعي عنيف على مخيم البريج ومدينة غزة وسط القطاع وعلى رفح في جنوبه موسيقى موسيقى تحذيرات أممية جديدة من أن اشتياح رفح سيتسبب في مذبحة مروعة وضربة هائلة للعملية الإغاثية منظمة الصحة العالمية تؤكد أن خطر المجاعة ما زال قائما في قطاع غزة رغم التحسن الطفيف في الوضع الغذائي والمكتب الإعلامي الحكومي يقول إن الاحتلال سرق مئات الجثث وأعادها بعد انتزاع أعضاء منها موسيقى وفي اليوم العالمي لحرية الصحافة جرائم فضيع يرتكبها جيش الاحتلال بحق الصحافيين الفلسطينيين أكثر من 140 شهيدا صحفيا في قطاع غزة منذ بدء الحرب في غزة وصحفيون فلسطينيون يؤكدون أن الاحتلال أراد منذ البداية تحييدهم لمنعهم من نقل حقيقة جرائمه البشعة موسيقى الأمم المتحدة تؤكد أن عملية إعادة الإعمار في غزة ستستغرق أزيد من عقدين من الزمن بتكلفة تفوق خمسين مليار دولار الجنائية الدولية تطالب بالتوقف عن ترهيب موظفيها وتركيا تعلن تعليق جميع مبادلاتها التجارية مع الكيان الصهيوني موسيقى التزاما بتقديم الدعم والمساعدة للشعب الفلسطيني وتثمين لمواقف الجزائر الثابتة تجاه القضية الفلسطينية موسيقى مرحبا أهلا وسهلا بكم نلقاكم بعد الفاصل موسيقى 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 اعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة ارتكاب الاحتلال الاسرائيلي ثلاثة مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات ستة وعشرون شهيدا وواحد وخمسون جريحا خلال الاربع والعشرين ساعة للماضية وزارة الصحة وفي بيان لها الجمعة كشفت عن ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الصهيونية على القطاع الى اربعة وثلاثين الفا وستمائة واثنين وعشرين شهيدا واكثر من سبعة وسبعين الفا وثمانمائة وسبعة وستين جريحا منذ السابع من اكتوبر الماضي مشيرة الى ان عددا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال وصول طواقم الاسعاف والدفاع المدني اليهم استشهد فجر الجمعة عدد من الفلسطينيين غالبيتهم اطفال ونساء واصيب اخرون في قصف الاحتلال الاسرائيلي على رفح جنوب قطاع غزة وافدت مصادر محلية بان طائرات الاحتلال قصفت منزلا في حي الظهور بالمدينة ما ادى لاستشهاد ستة مواطنين واصابة اخرين كما اصيب عدد من المواطنين في قصف استهدف منزلا بالقرب من خيام النازحين في حي تل السلطان خرب رفح الى ذلك استشهد خمسة فلسطينيين بينهم طفل وجرح اخرون مساء الخميس اثر قصف طائرة الاحتلال الاسرائيلي مجموعة من المواطنين بمخيم البريج وسط قطاع غزة نقلوا على اثرها الى مستشفى شهداء الاقصى في مدينة دير البلح كما استهدف الطيران الحربي للاحتلال تجمعا للمواطنين في منطقة شارع النفق بمدينة غزة ما اسفر عن استشهاد ثلاثة منهم وجرح اخرين نقلوا الى مستشفى المعمداني حذرت الامم المتحدة الجمعة من اي تواغل للاحتلال الاسرائيلي في رفح قد يعرض ارواح مئات الالاف من سكان غزة الى الخطر وسيكون ضربة كبيرة للعملية الانسانية في القطاع باكمله وقال المتحدث الرسمي باسم مكتب الشؤون الانسانية التابع للامم المتحدة يانس لايركا في افادة صحفية بجناف انه قد تحدث مذبح وضرب هائل لعملية الاغاثة الانسانية في القطاع بأسره لانها تدار بشكل رئيسي من رفح مئات الالاف من الاشخاص في رفح سيكونون معرضين لخطر الموت الوشيك في حالة وقوع هجوم واذا حدث ذلك فقد يكون مذبحة للمدنيين وفي نفس الوقت سيكون لذلك تأثير كبير على العملية الانسانية في جميع انحاء قطاع غزة لانها تدار بشكل رئيسي من رفح من جانبه قال ممثل منظمة الصحة العالمية في الاراضي الفلسطينية دكتور ريك بيبر كورن ان خطر المجاعة في قطاع غزة لا يزال قائما رغم تسجيل تحسن طفيف في الوضع الغذائي لقد تحسن الوضع قليلا هناك المزيد من الطعام وهناك طعام اكثر تنوعا وما الى ذلك والناس يخبروننا بذلك ايضا ما لاحظته مع مرور الوقت في ديسمبر ويناير وفبراير والان هو ان هناك المزيد من الاغذية الاساسية والمزيد من القمح مع وجود اغذية اكثر تنوعا في السوق كشف المدير العام للمكتب الاعلامي الحكمي بغزة اسماعيل الثوابت ان الاحتلال الاسرائيلي سرق اكثر من الف من جثامين الشهداء وقام باخفائها في جهة مجهولة ليعيد بعضها بعد تحللها من زوعة منها بعض الاعضاء الثوابت وفي تصريح للجزائر الدولية اشار الى ان الاحتلال سلم حتى اليوم 220 جثة كان معظمها دون رؤوس واطراف احتلال الاسرائيلي قام بسرقة اكثر من الف جثمان من جثامين الشهداء وقام باخفائها قصريا واخذها الى جهة مجهولة نحن نعتقد ان احتلال الاسرائيلي يقوم بسرقة اعضاء هؤلاء الشهداء ومن المعلوم ان الاحتلال لديه بنك من الجلود الاحتلال الاسرائيلي يسرق جلود الشهداء لديه هذا البنك فيه 170 مترا من جلود الانسان وبالتالي هو يسرق اعضاء الانسان ويقوم بمصادرتها ثم يعيد هذه الجثامين بعد تحللها الى الشعب الفلسطيني لكي نقوم بدفنها وهذا حدث فعليا حيث قام بتسليم حتى الان 250 او 220 جثة وتم دفنها هذه الجثة وجدناها بدون رؤوس وجدنا جثة بدون اطراف وجدنا جثة بدون عيون وجدنا جثة بدون جلود المدير العام للمكتب الاعلامي الحكومي بغزة اكد ان العالم اصبح يعرف مظلومية الشعب الفلسطيني بعد السابع اكتوبر بجهود الصحفيين الذين يتعرضون للتخويف والترهيب موازاة مع تغطيتهم لما يجري في قطاع غزة من جرائم صهيونية مستمرة وذلك في محاولة للانتقام منهم واسكات صوت الحقيقة الكلمة الفلسطينية اصبحت مزعجة بشكل كبير جدا للاحتلال الاسرائيلي على مدار السنوات الماضية كانت الرواية الاسرائيلية ورواية الاحتلال الاسرائيلي هي الرواية المصدقة في كل انحاء العالم ولكن بفضل الله عز وجل ثم بفضل الصحفي الفلسطيني والاعلامي الفلسطيني انقلبت الرواية واصبحت الرواية الفلسطينية هي الرواية الموضوعة على الطاولة في كل دول العالم أصبح العالم كله ينظر إلى مظلمية شعبنا الفلسطيني أصبح كل العالم يشاهد فضائع الاحتلال الإسرائيلي ومجازر الاحتلال الإسرائيلي لذلك جيش الاحتلال يريد الانتقام من الإعلاميين الفلسطينيين الانتقام من الصحفيين الفلسطينيين في محاولة منه لتخويف هؤلاء الصحفيين لوقف التغطية لكن التغطية مستمرة رغم ارتقاء هذا العدد الكبير من الصحفيين قال الصحفي الفلسطيني ومدير مكتب قناة الجزيرة في غزة وائل الدحدوح في تصريح للجزائر الدولية إن جيش الاحتلال أراد منذ بداية العدوان على قطاع غزة عزل صحفيين الفلسطينيين وإبعادهم خارج القطاع في محاولة لثنيهم عن نقل الحقائق وائل الدحدوح أضف أن أخطر ما يقلق الاحتلال هو أن يصبح الصحفي الفلسطيني نموذجا ملهما في أرجاء المعمورة وللأجيال جيش الاحتلال الإسرائيلي بكل ما فعل ويفعل في قطاع غزة إنما كان من البداية يريد عزل الصحفيين الفلسطينيين كشهود عيان وعزلهم ومحاولة ثنيهم عن نقل الحقائق إلى العالم الخارجي خارج قطاع غزة وكل ذلك كان بهدف إبعادهم عن مصرح الأحداث حتى لا يكون شهودا عن قرب لما يجري من مذابح واستهدافات وجرائم وهمجية في قطاع غزة أخطر ما ربما يقلق منه الجيش الاحتلال الإسرائيلي وإسرائيل هو أن يشكل الصحفي الفلسطيني نموذجا ملهما للصحفيين في مختلف أرجاء المعمورة وللأجيال أيضا في وقت يحتفل العالم بحرية الصحافة يعاني الصحفيون الفلسطينيين في غزة القتل والتهديد والابتزاز بأرواح ذويهم طيلة فترة العدوان الصهيوني على القطاع والتي قتل خلالها أكثر من 140 صحفيا فيما لا يزال زملاؤهم تحت وطأة الهمجية الصهيونية ضريبة صورة والكلمة في غزة وفلسطين نفس أو عزيز أو كلاهما سنها الاحتلال الإسرائيلي في عاقدته الإرهابية ماضيا في إبادته للفلسطينيين دون حسيب ولا رقيب لا يريد الكيان المحتل شهودا على حقيقته جاعلا من حامل الكاميرات والمايكروفونات أهدافا لضرباته استدافة الصحفيين مش إشي جديد على الاحتلال الإسرائيلي وكل مرة عم يثبت أنه هو شيء منهج عمليا نحن فقدنا عدد من زملائنا الصحفيين من مبارح حتى اليوم وكان شيء مؤلم جدا صحفيون أطلوا على شاشات قنواتهم يرون الفضائع الصهيونية وأعداد ضحاياها دقائق بعدها تبث نفس الشاشات أخبار استشهادهم كلنا مشاريع شهداء مع فارق توقيت يردد زملاء من استشهدوا جراء القصف الصهيوني مدركين أن آلة القتل حتما ستطالهم رغم ذلك يواصلون أداء رسالتهم لا تحمينا هذه الدروع ولا تحمينا هذه القبعات إنها مجرد شعرات نرتديها فقط هي لا تحمي أي صحفي على الإطلاق أما من ضل على قيد الحياة فكانت أرواح ذويه قربان نجاته أنا فقدت عيلتي، فقدت بيتي، فقدت زكرياتي، فقدت أطفالي، فقدت أولاد أختي، فقدت الزقائي بينما يحتفل العالم بحرية الصحافة، قتل الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 140 صحفيا في غزة منذ 7 أكتوبر وما زال يعتقل 53 آخرين طيلة أشهر العدوان تجلى عبرها نهج صهيوني لحجب الحقيقة بتصفية ناقليها صحفي الميدان في غزة يتربص بهم الموت في كل حين وكل مكان مع ذلك هم جاهزون لنقل الخبر لتبقى التغطية مستمرة واجدين على مفترق الشجاعي إطلاق نار بالشكل كثيف علينا كصحفي قال عبدالله الدردري مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية إن تكلفة طويلة المدى لإعادة أعمار غزة بعد العدوان قد تصل إلى 50 مليار دولار وتستغرق ما يقرب من عقدين الدردري قرأ أيضاً إن التكلفة الفورية لتوفير المأوى المؤقت والخدمات الأساسية الأخرى بمجرد انتهاء العدوان ستبلغ ملياري دولار على الأقل مؤكداً أن تكلفة إعادة الإعمار تتزايد بشكل مضطرد مع تجدد القتال يومياً إن إعادة إعمار غزة بشكل عام بحسب تقديراتنا اليوم ستكلف ما بين 40 إلى 50 مليار دولار على الأقل أهمنا الرئيسي هو أن نكون مستعدين لليوم التالي من أجل توفير على الأقل كما قلت ملاجئ مؤقتة وجميع الخدمات الأساسية المصاحبة لها وتقديراتنا هي أن تكلفتها تتراوح بين 2 إلى 3 مليارات دولار على مدى السنوات الثلاثة الأولى لقد عدنا تقريباً إلى الثمانينيات في غزة لقد تم محو جميع الاستثمارات في التنمية البشرية في الأراضي الفلسطينية على مدار العشرين عاماً الماضية وفي غزة على مدار الأربعين عاماً الماضية نعلم أن عدداً كبيراً من المدارس والجامعات قد تم تضميرها كلياً أو جزئياً لدرجة أنه يمكننا القول أنه لم تعد هناك أي بنية تحتية لنظام التعليم في غزة طالب مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بالتوقف عما وصفه بترهيب العاملين في المحكمة قائلاً أن مثل هذه التهديئات قد تشكل جريمة بحق الهيئة القضائية المختصة بجرائم الحرب وأضف المكتب بيان أن كل محاولة عرقلة عمل الموظفين أو ترهيبهم أو التأثير عليهم بشكل غير لائق لا بد أن تتوقف فوراً مذكراً بأن نظام روم الأساسي الذي يحدد هيكل المحكمة ومجالة اختصاصها يمنع هذه التصرفات يأتي هذا بعد انتقادات من الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية للتحقيقات التي تجريها المحكمة بشأن ارتكاب جراء محرب اعتقلت الشرطة الأمريكية أكثر من ألفي شخص غالبيتهم طلبة وأساتذة جامعيون شاركوا في الانتفاضة التي تشهدها الجامعة الأمريكية ضد حرب الإبادة الصهيونية على قطاع غزة وأفدت وسائل أعلام أمريكية أن ما لا يقل عن 1900 شخص اعتقلوا منذ بدء انتفاضة الجامعات بعد اقتحام الشرطة حرم جامعة كولومبيا التي كانت مركز انطلاق الاحتجاجات وكانت الأمم المتحدة قد أعربت في وقت سابق عن قلقها البالغ مما أسمته التعامل القاسية من الشرطة وقوات الأمن مع الاحتجاجات التي تجتاح الجامعة الأمريكية رفضا للعدوان الصهيوني على غزة اقتحمت قوات الشرطة الفرنسية مع هذا العلوم السياسي العريق في باريس وقامت بإخراج عشرات الطلبة المؤيدين لفلسطين بالقوة فيما دخل طلبة آخرون في إضراب عن الطعام احتجاجا على رفض الجامعة مطالبهم المتعلقة بوقف الشراكات الأكاديمية مع جامعة الاحتلال مظاهرات الطلاب الأمريكيين ضد استمرار العدوان على غزة تلهم الطلاب في فرنسا ومشاهد اقتحام القوات الأمنية للجامعات الأمريكية أعادت الشرطة الفرنسية إخراجها بمعهد العلوم السياسية العريق في باريس وأخلته بالقوة من عشرات الطلبة المؤيدين للفلسطينيين كما أغلق المعهد الشهير فرعه الرئيسي أمام الطلاب بعد احتجاجات منددة بالعدوان أنا هنا لأن الشرطة أبعدتني لقد سحبوني إلى الخارج لكنني هنا لإدانة الإبادة الجماعية المستمرة في قطاع غزة أريد أن أظهر تضامني مع الشعب الفلسطيني أريد أن تتسع لقعة هذه الاحتجاجات كي تصل إلى كل الجامعات في توليبياك وكلينانكور وغيرهما وهذا ما نكافح لأجله الغذب الطلابي في فرنسا تطور إلى إضراب عن الطعام رفضاً للعلاقات الأكاديمية مع الاحتلال التي يسر المعهد الفرنسي على الاحتفاظ بها هناك إضراب عن الطعام شرع فيه عشرة طلاب من معهد العلوم السياسية منذ أمس من بينهم ثلاثة طلاب من جامعة رونس هناك حوالي مئة طالب معتصم داخل المعهد منذ مساء أمس حاول طلاب آخرون الانضمام إلى الاعتصام لكنهم منعوا من ذلك انتفاضة الطلاب في فرنسا ضد العدوان على غزة مستمرة رغم حملات القمع والتضييق ورفض مطالبهم نريد أن يكون لممثلي الجامعات موقف واضح من المدبحات التي تحدث حالياً في غزة بمجرد أن تدعم فلسطين يطلق عليك اسم معادل السامية رغم أن كل ما نريده هو أن يتمكن الشعب الفلسطيني من العيش بحرية وأن لا يغضى الطرف عن مقتل أربعة وثلاثين ألف شخص في غزة على غرار ما يحدث في الجامعات الأمريكية الحراك الطلابي لأجل غزة يتسع في فرنسا ليصل صداه إلى جامعات أخرى ولم ينجح القمع في وقف زحفه قال وزير التجارة التركي عمر بولات أن تعليق تجارة مع إسرائيل سيستمر حتى تأمين وقف إطلاق نار دائم في غزة وتدفق المساعدات الإنسانية للفلسطينيين دون عوائق بولات وفي كلمة له باستنبول قال أن الوضع المتدهور في غزة دفع تركيا إلى تعليق التجارة قرار تركيا تعليق جميع الصادرات والواردات إلى الكيان ومنها بسبب تفاقم المأساة الإنسانية في الأراضي الفلسطينية جعلها أول شريك من شركاء التجاريين الرئيسيين لإسرائيل يوقف التصدير إليها والاستراد منها بسبب عدوانها على غزة اعتبارا من يوم أمس سيستمر الوقف التجاري ضد إسرائيل بما في ذلك الواردات والصادرات النهائية حتى يتم تأمين وقف دائم لإطلاق النار في غزة بالإضافة إلى تدفق المساعدات الإنسانية للفلسطينيين هناك دون عوائق وصل مساء الخميس إلى الجزائر أطفال فلسطينيون جرحى من قطاع غزة بمعية مرافقهم قادمين من مطار القاهرة بمصر حيث تم إجلاؤهم على متن طائرتين عسكريتين تابعتين للقوات الجوية الجزائرية للتكفل بهم على مستوى المستشفيات العسكرية ونواد الجيش تنفيذا لتعليمات الرئيس الجزائري عبد المجد تبون وتأتي عملية إجلاء الدفعة الثانية من الجرحى الفلسطينيين بعد نجاح العمليات الأولى فيما سيطبع ذلك بعمليات تخص فئات أخرى من المصابين ويعيش الأطفال الجرحى الفلسطينيون الذين استقبلتهم الجزائر القادمون من غزة صدمات نفسية مستعصية بعد مآس عيشوها خلال أكثر من سبعة أشهر من الإبادة الجماعية التي يرتكب الاحتلال الصهيوني في القطاع ما زالت الصدمة النفسية التي أحدثها الكيان الصهيوني في أطفال غزة بادية على محي هذه الطفلة وأقرانها فور نزولهم على أرض الجزائر قادمين من ويلات حرب وضعتهم في حالة مستمرة من الذعر والرهبة فلكل من هؤلاء رواية وحكاية عايشها في الواقع وبقيت آثارها تتبعها تركنا غزة عشان كان حرب أخويا واحد استشهد واحد مستصاوب كيف عايشتي أنت الوضع في غزة كيف؟ أنا معشان دلتني بالغرفة وأخوين طلعوا بره الصالة أنا دلتني بالغرفة هذاك استشهد أنا أتصابت في غزة في ردلي وفي راسي واجينا على مصر وطلعت لنا سفريا على الجزائر الحمد لله وسقبلونا أحلى استقبال الله يسعدهم كلهم من تسعبة جزائرية تركنا الأمور لله أنا بقدر أقول لك إياه حتى الآن لسه القصف شغال حتى الآن في ناس كثير بتقتل حتى الآن لسه في عدد شهداء ولسه في شهداء تحت الأنقاض حتى الآن لم يتم استخراجهم منذ 7 أكتوبر من العام الماضي عاش الفلسطينيون في غزة واقعا إنسانيا أقل ما يقال عنه خيال لا يخطر ببال بشر ورغم الأمل الظاهر لدى بعضهم أو هكذا يبدو إلا أن شريان الحياة في القطاع انقطاع ابني شهيد والتاني مصاب يعني إحنا كنا في البيت تصاوبة طبعا طلعنا مش بسعاف اللي هو العرباية الكارة ركبت أنا أولادي طلعت يعني بعد هيك إبادة يعني كل الموجودين تقريبا تحت البيوت البيوت مهدومة على يعني أنا يدوب طلعت في ابني تركنا الوطن حزين تركنا هذا الوطن في جحيم ووضع كارتي وغير إنساني ولا يصلح للحياة الإنسانية ولا للبشر ولا للحيوانات استقبال جيد ورائع جدا ونشكر حكومة الجزائر والشعب الجزائري العظيم ونشكر الرئيس عبد المجيد تبون على هذا الاستقبال الطيب ولأن الجزائر ثابتة على مواقفها بخصوص قضية الشعب الفلسطيني فهي تحاول قدر المستطاع بالتكفل الأمثل بهم وتوفير كافة الإمكانيات اللازمة لوضعهم في أحسن حال من جهته ثمن سفير دولة فلسطين بالجزائر فايز أبو عيطة موقف الجزائر المساند للفلسطينيين باستقبالها عددا من المصابين جراء العدوان الصهيوني المتواصل على قطع غزة للمرة الثانية مشددا على أن الجزائر تضع كل إمكانياتها من أجل توفير العلاج اللازم للجرحة الفلسطينيين نشكر الجزائر رئاسة وحكومة وشعبا نشكر السيد الرئيس عبد المجيد تبون نشكر الجيش الشعب الوطني الجزائري الذي يستقبل اليوم ويفتح ذراعه ويفتح كل مقدراته يضعها أمام الجرحة الفلسطينيين وهو يستقبل هذا العدد الكبير من الجرحة الفلسطينيين دفعة ثانية وإن شاء الله هناك دفعات أخرى الجزائر تضع كل إمكانياتها من أجل استشفائهم واستقبالهم وتوفير كل ما يلزم حقيقة من إمكانيات من أجل إخراجهم من أجواء الحرب الضروس التي كانوا يعيشونها ونحن في هذا الصياق نشكر الدولة الجزائرية بكل مؤسساتها باسم جرحة فلسطين وباسم هؤلاء المصابين وباسم الشعب الفلسطيني وباسم القيادة الفلسطينية نتقدم بكل الشكر والعرفان والتقدير لهذا الدور الريادي الذي تقوم به الجزائر فيما أكدت وزيرة التضامن الجزائرية أن المناسبة فرصة أثبتت فيها وأثبت فيها الشعب الجزائري مرة أخرى حسه التضامني باستقباله الدفعة الثانية من الفلسطينيين الجرحى مفيدة في السياق باحترافية وانخراط قوات الجيش الجزائري في العمل الإنساني والتضامني في إطار مساعدة الفلسطينيين من جانبه أكد وزير المجاهدين الجزائري أنه سيتم التكفل بالجرحى الفلسطينيين من كافة الجوانب خاصة الصحية منها مرة أخرى يثبت الشعب الجزائري حسه التضامني باستقبالنا للدفعة الثانية من الفلسطينيين من إخواننا الأشقاء الفلسطينيين الذين تم إجلاؤهم من غزة من حرب غزة شفتوا جرحى شفتوا مصابين أيضا في حالات لا يرثلها ولكن إن شاء الله الصبر وإن شاء الله الشفاء طبعا تعليمات سيد رئيس الجمهورية تم تطبيقها حرفيا ولازلنا في انتظار دفعات أخرى تنفيذا لهذه التعليمات استقبلنا اليوم حددا من أشقائنا الفلسطينيين الذين تم التكفل بهم هنا في الجزائر تم التكفل بهم من كافة النواحي من حيث الاستشفاء والعلاج بعد أن هيئت الدولة كل الظروف المناسبة لتحقيق هذا المبتغى فنتمنى للمصابين ونتمنى للجرحى أن يحظوا بكل ما يلزم من عناية توفرهم الدولة الجزائرية في إطار ما تؤمن به من مبادئ عادلة بالنسبة لكل القضايا هذا ولفتت رئيسة الهلال الأحمر الجزائري ابتسام حملاوي بالمناسبة إلى وصول مساعدات جزائرية جديدة إلى قطاع غزة عبر الجسر الجوي الرابط بين الجزائر ومطار العريش بمصر أوباما نختنم الفوصة كذلك اليوم وقلوا بلاهوكاين كميات أخرى من المساعدات الإنسانية للحقة إلى أشقائنا في غزة وتم توزيعها على العائلات اليوم بحمد الله اشتركوا في القناة نشرت كتائب القسام الجنح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية حماس مشاهدة جديدة قالت إنها لرشقات صاروخية أطلقتها من جنوب لبنان واستهدفت بها مواقع وثكنات الاحتلال الإسرائيلي شمال فلسطين المحتلة اشتركوا في القناة اعلنت جماعة أنصار الله الحوثي عن بدء ما أسمته المرحلة الرابعة من استهداف السفن المرتبطة بالاحتلال الإسرائيلي أو تلك المتجهة نحو موانئ فلسطين المحتلة وقال المتحدث العسكري باسم الجماعة يحيى سريع إن المرحلة الرابعة ستشمل استهداف كافة السفن المنتهكة لقرار حظر الملاحة الإسرائيلية في كافة المناطق التي تطالها الجماعة على حد تعبيره واستجابة لنداءات المقاومة تعلن بدأ تنفيذ المرحلة الرابعة من التصعيد وعلى النحو التالي أولا استهداف كافة السفن المخترقة لقرار حظر الملاحة الإسرائيلية والمتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة في البحر الأبيض المتوسط في أي منطقة تطالها أيدينا ثانيا يبدأ تنفيذ هذا من ساعة إعلان هذا البيان حل الوزير الأول للجزائري نذير العرباوي الجمعة بالعاصمة القامبية بنجول للمشاركة في أشغال قمة منظمة التعاون الإسلامي التي ستنعقد ابتداء من السبت وتدوم يومين ممثلا للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون وكان في استقباله بمطار بنجول الدولي نائب رئيس جمهورية قامبية محمد جالو إضافة إلى وزير السياحة القامبي وستبحث القمة قضايا العالم الإسلامي وعلى رأسها القضية الفلسطينية إضافة إلى القضايا الاقتصادية والإنسانية والاجتماعية والمسائل المتعلقة بنبذ خطاب الكراهية والإسلاموفوبيا وتعزيز الحوار بين الحضارات يواصل وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف الجمعة مشاركته بالعاصمة الدنماركية كوبنهاغن في أشغال الدورة الحادية والعشرين للندوة الوزرية أفريقيا دول شمال أوروبا وقد تميز برمج هذه الدورة بتفعيل الخاصية الجديدة المتعلقة بإشراك الفاعلين الاقتصاديين من الجانبين الأفريقي والشمال الأوروبي وهي الإضافة النوعية المعتمدة في الاجتماع الذي احتضنته الجزائر شهر أكتوبر الماضي وعلى هامش مشاركته في أشغال الاجتماع أجرى وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف محادثات ثنائية مع نظرائه من تنزانيا أنجولا وارواندا إلى جانب وزير الدولة الصومالي وتركزت المحادثة حول علاقات التعاون والأخوة التي تربط الجزائر بهذه الدول كما تم استعراض سبول تعزيزها بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حول أبرز المواضيع المدرجة على جدول أعمال الاجتماع الوزري من جانب آخر شكلت هذه اللقاءات فرصة لاستعراض تطورات الأوضاع على الصعيد القاري والدور الذي تطلع به الجزائر ضمن مجموعة الأفارقة الثلاث داخل مجلس الأمن الأممي إلى جانب تنسيق المواقف وتوحيد الرؤى في أفق الاستحقاقات الهامة المبرمجة في إطار الاتحاد الأفريقي قال وزير الخارجية الصحراوي محمد سيداتي أن الشعب الصحراوي واصل كفاحه المستميت وتعميق استراتيجية الاستنزاف ضد الاحتلال المغربي وأضاف سيداتي في تصريح له على هامش فعاليات الندوة العالمية الدولية للتضامن مع الشعب الصحراوي أن البوليساريو لن توقف الحرب التي تخوضها منذ خمسين سنة إلا إذا سعت الأمم المتحدة بشكل عملي لتصفية الاستعمار من الصحراء الغربية الكفاح المسلح الآن متواصل الكفاح المسلح نحن نعمق طاكتيكنا نعمق استراتيجيتنا استراتيجيت يعني استنزاف مستمرة هادفة تلحق أكبر ضرر للنظام رغم محاولة التسطر والتكتم على هذه الحرب وستستمر هذه الحرب وفي حالة لما يعني هذه الحرب لن تتوقف إلا إذا شاهدنا على أن الأمم المتحدة ليس فقط لها إرادة وإنما عملياً تسعى من أجل على أنه تصفيت الاستعمار من الصحراء الغربية وهذا عنده ظروفه عنده شروطه وإلا في الشعب الصحراوي مواصل الكفاح ولن يتعاجع ولن يتوانى إلى ذلك أشهدد العديد من الصحفيين والناشطين على هامش الندوة الإعلامية الدولية للتضامن مع الشعب الصحراوي على ضرورة تشكيل شبكة إعلامية دولية لنقل الوقائع من قلب ما يحدث من انتهاكات وتجاوزات في الصحراء الغربية من طرف الاحتلال المغربي نحن هنا من أجل تغطية هذه الندوة الإعلامية الدولية للتضامن مع الشعب الصحراوي بصفة صحفية مختصة في هذا الشأن أعتقد أنه من ضروري جدا أن تتشكل هذه الشبكة الإعلامية الدولية للتضامن مع الشعب الصحراوي خاصة في العالم العربي في مشاركتنا هنا نشكر منظمي هذه المحاضرة التي تأتي تضامنا مع الشعب الصحراوي هي فرصة لنؤكد أعتقد مساندة الصحافة اللاتينية لوكالة الأنباء الصحراوية والشعب الصحراوي في نضاله من أجل حقه في تقرير المصير والاستقلال أهم بالنسبة لقضية الصحراء اليوم عندما تجد كل هذا العدد من الإعلاميين يؤمنون بالقضية يدعمون القضية يسمعون تفاصيل مباشرة من أصحاب القضية تذهب إلى بيوت الضيافة تزور المستشفى المدرسة ترى المعاناة بشكل يومي داخل البيوت وخارجها وخصوصا في مسألة التعليم قالت موريطانيا إن الحدود مع مالي غير مستقرة وتعيش على وقع الكثير من عمليات الكر والفر بين الجماعات المسلحة والسلطات المالية وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريطانية أناني ولد أشروق الخميس إن المناطق الحدودية دائما صعبة خصوصا في ظل التداخل الجغرافي والديمغرافي مؤكدا أن قوات بلاده وجيشها على استعداد تام للدفاع عن سيادة البلاد وكانت وزارة الخارجية الموريطانية استدعت السفير المالي في واكشت احتجاجا على ما يتعرض له الموريطانيون من اعتداءات متكررة داخل الأراضي المالية منطقة الحدودية منطقة ماي مستخرة وفي ياسر من الكر والفر بين الجماعات متنوعة مع الحكومة المالية هذا المعطم من الله تنعودوا عارفين وكامل من الله تنعودوا ملي عارفين من الله تنموين عارفين أن المناطق الحدودية دائما صعيبة خاصة إذا كانت في ياسر من التداخلات نحن فعلا قلنا ومازلنا نكرر عن قواتنا المسلحة وجيشنا على استعداد التام للدفاع عن الحفزة الترابية ونأي دخول فيها ونكرروا يسوى ممني من جهة أنه سيجد أمام قواتنا المسلحة وإن شاء الله الدور تردعوا وتكيلوا من عليك نفس الكلمة بيشتها الصعي الصعي يقول إذا كان ذلك الدخل عن قصد أظهرت إحصائية رسمية الجمعة أن معدل البطالة في المغرب ارتفع ليصل 13.7% خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري مقابل 12.9% لنفس الفترة من 2023 حزب المندوبية السامية للتخطيط المغربية فيما يتواصل فقدان المناصب العمالية في عديد القطاعات الاقتصادية تتعاقب الحكومات في المغرب ومعذلة البطالة واحدة منحاً تصعدي تشهده المملكة وفقدان مناصب العمل يتواصل وفرص العمل تتقلص من سنة إلى أخرى فحكومة عبد العزيز أخنوش تبقى عاجزة عن معالجة مشكلة البطالة التي تفشت في صفوف الشباب فحسب المندوبية السامية للتخطيط المغربية ارتفعت البطالة إلى 13.7% في الأشهر الثلاثة الأولى من سنة 2024 مرتفعة من 12.9% خلال الفترة نفسها من السنة الماضية وقالت المندوبية السامية للتخطيط إن وضعية سوق الشغل لا تزال تعاني من آثار الجفاف إذ فقدت السوق 159 ألف وظيفة عمل فوري في الوسط القروي فيما تم استحداثه 78 ألف وظيفة في الوسط الحضري ليتراجع الحجم الإجمالي للشغل بـ 80 ألف منصب كما أظهرت الإحصائيات أن قطاع الفلاح والغابات والصيد البحري فقد 206 ألاف منصب كما بلغ عدد العاطليين عن العمل 96 ألف عاطل ما بين الربع الأول من عام 2023 حتى أبريل 2024 ليبلغ مجموع البطالين 1.645.000 شخص في المملكة كما قدرت المندوبية السامية للتخطيط المغربية ارتفاع البطالة في الفئة العمرية بين 15 عاماً و24 عاماً بـ 35.9% مع ارتفاع عدد البطالين المتحصليين على الشهادة إلى 20.3% وارتفاع عدد النساء البطالات إلى 20% خابت أمان أخانوش بكبح معدلات البطالة المتزايدة والتي مست قطاعات حيوية أثرت بصفة مباشرة على اقتصاد المملكة المتراجع جراء أزمات اقتصادية وتطمينات لا يستسيغها المواطن المغربي البسيط قال وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو أن القوات الروسية بسطت سيطرتها على 547 كم مربعاً من الأراضي في أوكرانيا خلال الأشهر الأربع الأولى من العام الجاري وأضاف شويغو في كلمة له خلال اجتماع مسؤولي وزارة الدفاع الروسية أن هذا التقدم يأتي في خضم التراجع المستمر للقوات الأوكرانية على طول خط المواجهة تواصل القوات الروسية اقتحام معاقل العدو على طول خط التماسي بأكمل وجه وتحاول القوات المسلحة الأوكرانية التمسك بخطوط معينة لكنها تضطر تحت ضغطنا إلى التخلي عن مواقعها والتراجع منذ بداية العام سيطرنا على 547 كم مربعاً من الأراضي في المناطق الجديدة من البلاد إلى العاصمة السعودية حيث أطلقت هيئة المسرح والفنون الأدائية عرض أوبرا زرقاء اليمامة الذي يجسد لوحة فنية ذرامية تستنطق التاريخ وتستعيد أحداثاً في العصر الجاهلي من خلال قصة زرقاء اليمامة المرأة الحكيمة التي تروي كتب التاريخ بصيرتها وقدراتها الخارقة هل نتابع؟ موسيقى العربية تكمز الكثير من القصص الملهمة إنسانياً على المستوى الإنساني وجدنا أن هذه القصة تحوي كثير من العناصر الملهمة المسألة الثانية يكون الشخصية الرئيسية هي امرأة أيضاً هذا يقول لنا أو للعالم أن العرب مكانة المرأة عندهم عالية أمرأة حكيمة ولديها عينين يعني غريبتين هي تكتعل بالأثمد دائماً على زرق عينها زرقاء مع الوقت الطويل داخل هذه المخيلة العربية رأوا أن هذه العين الزرقاء مع هذه الذهنية الحكيمة أنها ترى على بعد مسيرة ثلاثة أيام وأنها ترى أسراب الحمام الهائلة فتعرف كم عدد الحمام من لمحة واحدة نروي مشاهد قصة جميلة مثل قصة زرقاء اليمامة من خلال الإخراج المسرح القاعد يصير من خلال النص الجميل اللي مكتب الموسيقى طبعاً بتروي قصة أيضاً السينوغرفي الرائع اللي تعمل في هذا الانتاج كان صراحة فوق التوقعات موسيقى فلو تابعتم الأوبرا كاملة هي بحر عن قصة ورواية لين آخر مشهد موسيقى وأحداث من سلسلة فنحن نروي قصة اليمامة قديماً من السفر موسيقى قصة زرقاء اليمامة الشهيرة في التراث العربي تجسد اليوم بشكل مختلف فوق خشبة المسرح لمشاهد وأدوار تمثيلية وأداء أوبرالي أسامة حجو قناة الجزائر الدولية الرياض السعودية بهذا نختم نشرتنا إلى اللقاء موسيقى